في عدة ولايات سودانية تستمر الاحترجات المطالبة بتنحي نظام وكافة رموزه والظاهر أن قرارات المجلس العسكرية الانتقالية الأخيرة أبعدوا من أن ترقى لمطالب المحتجين عزل عمر البشير وأن اعتبر انتصارا كبير للمعتصمين فهو لا يعد أن يكون بحسبهم قمة جبل الجليد ومنذ الإطاحة بالبشير يوم الحادي عشر من أبريل لم يخفي الشارع السوداني كما أحزاب المعارضة ارتيابهم إزاء تولي المجلس العسكري لزمام المرحلة الانتقالية ورغم التغييرات التي لفظت الفريق عوض ابن عوف خارج قيادة المجلس باعتباره من أوجه نظام السابق وقادت مكانه عبد الفتاح البرهان إلا أن الحركة الاحتجاجية رفضت الحيادة عن مطلبها الأساسي تشكيل حكومة مدنية تضم شخصيات متوافق عليها المجلس العسكري الانتقالي اتخذ سلسلة من القرارات للتوصل إلى تفاهمات مع أحزاب المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة شاملت إعفاء مسؤولين حكوميين تعيين قادة جدد في الجيش والشرطة وتشكيل الجاند لمكافحة الفساد والتحقيق في ممارسات الحزب الحاكم السابق هذه الإجراءات وإن حظيت بقبول نسبي إلا أنها لم ترد بعض على مطالب قوى المعارضة التي تبنت إعلان الحرية والتغيير الموقعون عن الإعلان اعتبروا أن تدبير المؤسسة العسكرية للفترة الانتقالية يعيد إنتاج ذات الوجوه والمؤسسات المرفوضة الشعبية وجدد تجمع المهنيين السودانيين أبرز منظمية الاحتجارات في السودان تأكيد المطالبة بحل المجلس العسكري واستبداله بآخر مدني يضم شخصيات من المعارضة